ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2018-2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016-2017 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها وقد خرج بحث اللجنة بانخفاض تقديرات الإيرادات في ميزانية الهيئة إلى مليوني دينار بعدما كانت في الحساب الختامي أكثر من عشرة ملايين دينار وذلك بسبب أن تحصيل الرسوم معمولات التداول أصبح لصالح شركة بورصة الكويت بعدما كانت الهيئة تحصلها سابقا الهيئة بيّنت خلال الاجتماع أن مثل هذه الملاحظات ستنتفى إذا ما وفق مجلس الوزراء على تكوين احتياطي للهيئة بقيمة مليار ونصف دينار وسبق أن بيّنت اللجنة رأيها أن مثل هذا الاحتياطي بحاجة إلى مزيد من الدراسة والاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة وتأتي مناقشة ميزانية هيئة أسواق المال وحسابها الختامي ضمن مراحل أعمال اللجنة تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال الجلسات الأخيرة قبيل فضي دور الإنعقاد لتلفزيون المجلس أحمد الشمري